اسماعيل يعني آخر التفاصيل المتعلقة بالمصابين الذين يصلون إلى المستشفى تفضل مهند للأسف العداد تزداد ليس 13 إصابة إنما في مستشفى الوزميلة لوحده تقريبا يعني ما بين 14 إلى 15 إصابة ووفا وهناك أيضا إصابتين وصلت لمستشفى حمزة قبل ساعة من الآن مستشفى البشير على هوبة الاستعداد لكن لم يصل إلى المستشفى أي إصابة بالنسبة للوضع الصحي وبطبيعة الحال كلما تأخرت الإصابة كلما تأخر انتشال الإصابة طبعا الجهود الدفاع المدني مضنية ويعني لم يقلو جهدا لكن بطبيعة المكان تتأخر إصابات تصل بحالة صحية أزوأ من الإصابات الأولى وشهدنا ورصدنا بعض من المصابين الذين وصلوا وهم يعني بحالات صعبة لكن مدير المستشفى كان معنا وقال لنا بأن المصابين الأوائل أو الذين وصلوا مع بداية الحادثة هم بيعيهم وهم مستيقضون ووضعهم يعني مستقر هناك عدد من الأطفال لا نعلم كم عدد الأطفال من إجمال الإصابات وأيضا وصلتنا من مصادر أن هناك أطفال مازالوا أو أشخاص مازالوا محاصرين في هذه البناية بناء على طبعا مصادر من الأشخاص الذين يعني يساعدون بانتشال المصابين ما بين الركام أو المحاصرين ما بين الركام العمارة أيضا يعني للأسف كما وصلنا أيضا من مصادر أو من سكان العمارة أن الحضانة غير مرخصة نعم وتعمل يعني للأسف مهند نعم يعني إسماعيل سمعنا عن وجود الحضانة لا نعرف مرخصة أو ليست مرخصة الكارثة الكبرى أن كان فيها أطفال يعني و يعني الأنبات تحدث عن إصابة عدد من الأطفال و عن تسجيل وفاة لطفل يعني نتمنى أن يعني يتم إنقاذ جميع العالقين هناك